اشتركوا في القناة المحافظة لمواساة اهالي الطلاب ونشد بدران الاجهزة المعنية بسرعة تقديم الرعاية اللازمة لمصاب الحادث اطلقت امانة حزب النور بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ امس الاحد الدورة الرياضية التي تقام تحت شعار اخلاقنا عنواننا بمشاركة 16 فريقا نظام مجموعات وذلك في اطار فعاليات الاهتمام بالشباب خلال اجازة نصف العام افرت اخر التقارير الاخبارية الواردة من كابل بارتفاع عرض ضحايا العواصف الجريدية في افغانستان على مدار الساعات الثمانية والاربعين الماضية الى اربع وخمسين قتيلا فضلا عن سبعة عشر مصابا وقع انفجار قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية الجنوبية الليلة قبل الماضية وقالت مصادر في النظام السوري والمعارضة انه تفجير لعربة عسكرية روسية ادى الى مقتل خمسة عناصر بينما لم يصدر بيان رسمي من موسكو بشأنه بدأ في العاصمة الكزخستانية الستانة اليوم الاثنين اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية اسر الجيش اليمني ثلاثين مسلحا من ميليشيات الحوثي والمخلوع في عمليات تحريد مديرية ميدي في محافظة حجة فيما كشفت مصادر عسكرية امس عن خطة اعتمدت للتوجه نحو تحرير محافظة الحديدة بالتنسيق مع بقية كتائب والوية الجيش في مديريات المخى وحرض لتحرير الحديدة اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان الامريكان اسسوا دولة شيعية في العراق بعد سقوط النظام صدام حسين وقال البشير في حواره مع قناة العربية ان ذلك هو ما جعل ايران تسيطر على اربع عواصم عربية وهي دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء وتساءل هل هذه هي نهاية اطمع ايران ام لديها اهداف اخرى والجواب على هذا السؤال بحسب البشير ان لدى طهران اهداف اخرى اشارت النائبة في كتلة الاصلاح بالبرلمان الاردني هدى العتوم الى ان التعديلات الاخيرة على المناهج الدراسية تضمنت حذف جزء كبير من المحتوى الديني المتعلق بالعقيدة والجهاد والمقاومة وطالبت باستعادة المناهج السابقة بعد تطويرها دون المساس بالمحتوى الديني والتاريخي والوطني حذرت الامم المتحدة من تداعيات الجفاف في الصومال وتوقعت حصول مجاعة جديدة في البلاد اذا لم تعزز المعونات الانسانية بصورة كبيرة خلال الاسابيع المقبلة انتقد الشيخ محمد حسين غرغيج ايمام وخطيب اهل السنة والجماعة في بلوشستان المحتلة من ايران الاجهزة الامنية بسبب الضغوط التي تمارسها ضد علماء اهل السنة توفي احد رسام الكاريكاتيري المسيئين للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك ويدعى فرانز فوتش سيل الذي كان واحدا من اثنى عشر رساما اساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصور كاريكاتورية نشرتها صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية عام 2005 مما تسبب في احتجاجات في انحاء العالم الاسلامية كشفت صحيفة ذي تايمز البريطانية عن ان التلاميذ المسلمين يفوقون اعداد الطلاب المسيحيين في اكثر من ثلاثين مدرسة كنسية من بينها مدرسة ابتدائية تابعة لكنيسة انجلترا حيث وصلت نسبة المسلمين فيها مئة في المئة استقبل الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية الاندونيسية خلال زيارتها للقاهرة ونقلت الوزيرة تحيات الرئيس الاندونيسي وتقديره للامام الاكبر على الجهود التي يبدلها لاحلال السلام في ميانمار رفض الازهر الشريف في بيانه الصادر عن هيئة كبار العلماء دعوات الغاء الطلاق الشفوي كما ناشدت الهيئة جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ان ارتفاع نسبة الطلاق يخص الموثق وليس الشفوي منبها الى ان القانون نفسه يقر بوقوع الطلاق الشفوي دون توثيق وليست هيئة كبار العلماء فقط وهو ما يشكل تناسقا بين الفتوى والقانون قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق ان هيئة كبار العلماء هي الجهة المختصة بتحديد مشروعية الطلاق الشفوي من عدمه مؤكدا ان الاشهاد على الطلاق الشفوي يحفظ حقوق الزوج والزوجة اعلنت وزارة الصحة والسكان ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات هائلة من الادوية المحلية والمستوردة والمحليل الطبية الغير متوفرة بالسوق المحلي بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة ويقدر ثمنها بـ 32 مليون جنيه وهو ما اعتبرته اكبر ضبطية دوائية في مصر وفق الدكتور احمد عمال الدين راضي وزير الصحة والسكان على جميع طلبات نقابة الصيادلة جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة مساء امس الاحد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ووفد من اعضاء النقابة وبحضور النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك لمناقشة مطالب الصيادلة اكبر الدكتور عمري قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على ان الوزارة ستقوم خلال هذا العام بفحص نحو 4 ملايين مواطن في 9 محافظات بالصعيد لبيان مدى اصابتهم بفيروس سي لافتا الى ان تكلفة الفحص تتحملها الوزارة من خلال قرد صندوق البنك الدولي حيث سيتم الكشف على الاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن الثمانية عشر عاما لافتا الى ان من يثبت اصابته بالفيروس سيتم علاجه مجانا بمراكز الفيروسات الكبدية بالوزارة تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصندوق التأمينات والمعاشات وذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صندوق المعاشات مع تحمل الوزارة اعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم في زيادة قدرة تلك السناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتي تقدر خلال هذا العام المالي بنحو 135 مليار جنيه كشف ابراهيم عامر المتحدث رسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انه تم استبعاد مليون ومئتي الف مواطن فقط من البطاقة التموينية حتى الان ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من العملات الاجنبية خلال شهر يناير الماضي بمقدار 2.1 مليار دولار اعلن ايمن اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية انه سيتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة بشركات المقاولات المصرية حيث لم يتم توصل الى اتفاق نهائي مع الشركة الصينية بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين بسبب اجراء غسيل دوري لشبكات المياه من المقرر ان يبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الثالثة فجر الثلاثاء لمدة خمس ساعات تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي أفضل الذكر من سلسلة روح العبير وسورة العنكبوت من سلسلة دفع إهام الاضطراب والرفق مع المتعلم من سلسلة الرفق فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم الإحسان وزكاة الدين من سلسلة فقه السنة فضيلة الشيخ ياسر برهامي كيفية صعود الخطيب المنبر وكم تكون درجات المنبر من سلسلة الشامل في فقه الخطيب الشيخ سعيد محمود باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منهم من سلسلة كتاب الإيمان من الإبانة الكبرى الشيخ عصام حسنين المحاضرة السادسة بعد المئة من سلسلة تفسير سورة البقرة من تفسير السعدي الشيخ إهاب الشريف غيرتي على الصديق الدكتور أحمد خليل خير الله لماذا بكت الشيخ رجب أبو بسيسة تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي صفحات من ذاكرة التاريخ الثاني عشر استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كتبه زين العابدين كامل ولقد جئتمونا فرادا كتبه خالد الرحيم ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إثبات صفة الظل لله تعالى هل للزوج مراجعة زوجته إذا طلقها على الإبراء هل يلزم من كان دخله حراما التخلص من كل أملاكه أما زاد عن حاجته ومن جديد بابي من رسائل الزوار بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن الطلاق الشفوي نحن وترامب وتلك السنن انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر